اشتركوا في القناة نبدأ أولا بتعريف العنصورين الرئيسيين في هذا الدرس وهو تعريف الحمضة وتعريف الأساس حسب العالم حسب العالم حسب برونشتد أو برونشتد هو العالم الأخير اللي عرفنا الحمض وعرفنا الأساس قبلها كان كان تعريف ليويس تعريف برونشتد هو تعريف الأبسط والتعريف الأكثر تدولاً والأكثر استعمالاً حول الحمض والأساس يقول لهم برونشتد على أن الحمض هو كل فرد كيميائي له القدرة لعندها لكاباسيتي له القدرة على فقدان أش بلوس أي بروتون هيدروجين بروتون هيدروجين أو أكثر ليكون عندها القدرة بشفقة بروتون هيدروجين أش بلوس أو أكثر معنتها إلى هذا الفرد الكيميائي عنده قدرة على فقدان أش بلوس معنتها هو عيبان عن حمض حسب تعريف برونشتد وبالنسبة للأساس نقول عليه هو كل فرد كيميائي له القدرة على اكتساب أش بلوس ليهو بروتون هيدروجين أو أكثر هذا تعريف الأساس باش تعقلوا عليها ربيد من بس كبالك بالسترس تعالوا باكت لفلكم الحمضي فقدوا ليكتسب تعريف الأساس أساس عندها قدرة على اكتساب داكور أساس يكتسب أش بلوس والحمض ما يفقد أش بلوس طراب بيا هذي الأوبسيون التي تعقلوا لها وكالل رأيس قصي باركزمبل أش بلوس نسموه بروتون هيدروجين ألو أش بلوس ديجا أش آن آن عنده بروتون واحد وعنده إلكترون واحد هذي في درة الهيدروجين أكتولي في السيغة الشريدية تحامنتها يروح إلكترون شا يبقى يبقى أش آن اللي هي غدي توليه أش بلوس لأنه فاقد إلكترون سقد إلكترون ديروله بلوس كي يكتسب إلكترون ديروله مواما نترى عنده زيادة وهنا راح بوزيتيف بسكور راح فاقد إلكترون معنتها إلكترون هذا مواما البلوس يعطيك شحنات الدرال هي معدومة أش بلوس ما شبقى له من راح الإلكترون بقى له بروتون أش بلوس أش بلوس هو أش بلوس هو أش بلوس هو أش بلوس بروتون ألا بيسموه بروتون هيدروجين هذه معلومة إضافية كي ينهجة أخرى أنها نرع لها وهي الأش دوزو وهي الماء الماء عنده ما يسمى بالخاصية الحمقالية هذه باللغة العربية أو ما تسمى بالخاصية الأنفوتيرية الأنفوتيرية الفرنسي كتبوا أنفوتير ما معنى هذه الخاصية الحمقالية معنى هذه قد يلعب دورين يلعب دور حمل ويلعب دور أساس معنى هذه الماء يكتسب أش وتولي عنده يكتسب أش بلوس وتولي عنده أش درواء أو بلوس يكتسب أش دوزو أش دوزو يفقد أش بلوس وتولي له أو فقد أش معنى هذه تبقى له وأش مو إما يأتيك أش طراء وبلوس إما يأتيك وأش مو يلعب دور حمد إذا كان في تفاعل مع أساس ويلعب دور أساس إذا كان في تفاعل مع حمل إذا كان تفاعل مع حمل سألعب دور أساس لكتسب معادلة أسيد لوس أش دوزو معنى تها أش دوزو هنا لإلعاب دور أساس باز ولكن باز لوس أش دوزو هنا أش دوزو شاء يلعب دور حمل أسيد معنى تها كي لعب هنا دور الحمد والحمد شاء خاصية تعاني فقد معنى تها كي يفقد شاء أضي وليلي أضي وليلي أو أش مو ووس كيف فقد أش بلوس فقد أش بلوس قادة تلع أو أش واحدة والمو باللي رأى فقد أش بلوس وكي تكون أسيد مع الما سما الما يلعب دور أساس والأساس عند قدر على اكتساب أش بلوس دون لذا يضي أش بلوس سأضي ولي أضي ولي أش درو أو بلوس حقاك أو ما تكون عندك المعلومات الكافية باش تقدر تواجه تماري أضر لكي حاجة أخرى نهضر عليها تاني اللي هي بي أش كلمة بي أش شو معنى تها معنى تها پوتنسيال ان نيدروجين شو معنى تها هذه پوتنسيال ان هيدروجين معنى تها هي كمية أش بلوس الموجودة في الواسط التفاول باش قاعد نفهم ومليح كينا هدرو على أش بلوس أش بلوس متقش متقش تنقل لواحدها يلقلها تركب فك حبة عماء أش بلوس فك حبة عماء بين هدو هدو الشي مدولي مدولي ما يسمى بشاردة الهيدرونيوم اللي هي H3O بلوس H3O بلوس سما أنفري هي كمية H+, هي نفسها كمية H3O بلوس سيلا ممشود وممشود بلوس لا تلقى حسنا تلقى ركب فك حبة عماء يتمدلنا المركب H3O بلوس تنقل منها في هذه المعلومات هي كمية H+, الموجودة في الوسط التفاولي بيان بلوسط تعنا الوسط ره موعتادل عندها نوتر من 07 قلوب للوسط تعنا الوسط ره حاميدي حاميدي أو ما يسمى بميديو أسي ومن سبعة لاربع عشر يقولون باللوسط الوسط ره أساسي من تستعملوش بزاف كلمة أساسي يستعملوه كلمة قائدي الوسط قائدي قائدي معناتها بالفرنسي يقولون ميديو الكالان الكالان لا يقولوش بازيك يقولون الكالان بوكو بلوس ميديو الكالان فالله عندك هذه المعلومة بلوس يُعطى عفوا يُعطى بالعلاقة بأش أول قانون في الدرس هو موانلوك دوت تركيز دع أش دروا أو بلوس هنا نسحقوه المعلومات في الرياضيات الرياضيات تقول لك باللي تبع معايا مليح تقول لك باللي لغ يقلقاها 10 بلوس لك لدي log a log a b التقريب بلقي بلقي بلقي. بعد إضافة الاندخل لقود. اضافة الاندخل. OK مع اللوغ تugoحيه إلى صفري. منذ الآن عودتني بلاقي. تقديم مع الاندخلوز. مع نستعمله هذا العلاقة التي تعلمت على Eyes. والذي نحن نتعلم بلقي بلقي بلقي. مع نتطبقها حول يجب ان تغيرت العادة إلى صفري. وبعد إضافة الاندخل في صفري. نتطبقها للمب finer. فمن دخل على هو الدخل. ماذا بيهد المواردها منا بشتولي موان pH تسوي لوق دو التركيز H3O+. ندخل 10% بنتي اللوق تتعني 10% موان pH تسوي 10% لوق يتعرو تتعني التركيز H3O+. ما انتها عندك تركيز H3O+, هو 10% موان pH ولا تفقد تعرف هذا ولا تعرفهم في زوج هي أفرصة يتخدم بزيز كزيز سي ستنجد عرفهم في زوج انظر ما موان يكوب هاد لا بارتي هنا بس كتعريفات هادوهما سوالح لي نرمو متعرفوهم بعد هاد ينفوتو الفيديو اللي مورا ان شاء الله عاد يكون فيها المعادلات والتونائيات وشاوما الاحماد القوية وشاوما الاحماد ضعيفة وشاي الاسس قوية وشاي الاسس الضعيفة هكاك باش نقدون افنصوا في الدرس تانو نتمنوكم توفيق تابعوا الفيديو بيان راح فيها معلومات مامي لكم تعرفهم او رفيزيهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة